تهديد تلويح ووعيد ولا نتائج هذا ما تفصح عنه اجتماعات مجلس القيادة والحكومة وتحركات الرئيس العليم خارجيا فبعد مضي نحو سبعين على تصنيف الحوثي منظمة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني عقدت الحكومة سلسلة اجتماعات لم تنتج عنها أي إجراءات عملية حازمة ضد ميليشي الحوثي آخر تلك الاجتماعات في الثالث من نوفمبر الجاري تعهدت فيه الحكومة بالتعامل بحزم مع تهديدات ميليشي الحوثي للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية المدنية في إشارة للهجمات الحوثية على ميناء الضبة والنشيمة النفطيين التي تمت في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي اللقاء الحكومي وفق وكالة سبع ناقش الخطوات المتخذة لحماية القطاع النفطي وآليات التعامل مع التهديدات المحتملة على الملاحة الدولية وأقرت الحكومة إعداد استراتيجية تضمن عدم تاثير قرار تصنيف الحوثي رهابيا على النشاط الإنساني والسلع الغذائية اجتماع مجلس الوزراء تزامن مع اجتماع مماثل عقده وزير الدفاع محسن الداعري مع قيادات عسكرية دعا فيه قيادة الجيش إلى رفع الجاهزية القتالية وشدد الداعري على التدريب والتاهي للعسكريين لتحقيق الانتصارات وتقليل الخسارات على أرض المعركة ضد الحوثيين دعوات الحكومة والجيش للتاهب ضد الحوثيين أتت بعد مشاركة رشاد العليم في قمة الجزائر إلا أن نتائج القمة كانت مخيبة لآمال القيادة اليمنية حيث تجاهلت مطالبتها بإصدار قرار عربي مواحد يصنف الحوثيين منظمة إرهابية كما أن إعلان الجزائر لم يتضمن أي إدانة صريحة لهجمات الحوثيين على المواني النفطية الوقايع الدبلوماسية تشير إلى أن قرار التصنيف لم ينل قبولا دوليا وعربيا بالنظر إلى توجه عالمي يفضل التسويات السياسية كما أن السياق الذي تأسس بموجبه مجلس القيادة يجعله عاجزا عن تحويل قرار التصنيف إلى أمر واقع الواقع اليمني الذي أضحى رهينة تحالف سعودي إماراتي أمريكي لم تعد مواجهة ميليشيا الحوثي تشكل أولوية في سياساته ترجمة نانسي قنقر